زيزو هل العلاقة بينه بالنادي الزمالك هي علاقة تعاقدية جيدة دلوقتي؟ هل العلاقة بين وكيله اللي هو والده والنادي الزمالك هي علاقة جيدة؟ طيب الحقيقة يا كريم أن والد زيزو كان على مدار الفترة الماضية تحديدا وقت تعاقد الزمالك مع الصفقات أو عدد الصفقات الكبير جدا كان غاضب جدا 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 من إدارة الزمالك وبسبب تجاهلهم ليه؟ خلينا أقول لك الأول مفاجأة أن الزمالك كان موافق على عرض نادي الشباب السعودي لضم زيزو وأبلغ والد زيزو بكده بشكل شفوي سواني سواني واحد واحد نمشي واحد واحد ماشي الآن تريد تقولي أن الزمالك كان موافق على بيع زيزو لنادي الشباب السعودي ما كانش موافق بس ده أبلغ والد زيزو أن احنا خلاص موافقين وتعاقدنا مع بديل زيزو والأمور التعاقدية دي هتتم بعد يومين تلتة يار اليومين تلتة يام بقم سبع عشر تيام تجاهل تام من جانب إدارة الزمالك لمكالمات هاتفية من والد زيزو وبالتالي لما تم إعلان الصفقات والد زيزو كان غضب جدا لأنه مرتب كل حاجة مع زيزو أنه خلاص هما نادي الزمالك موافق وإنت اشتريت جمهور الزمالك للآخر فالحقيقة والده كان غضبان جدا ولكن تم عقد جلسة خلال اليومين اللي فاتوا دول مع كابتن حسين لبيب مع والد زيزو وتم صرف مستحقات زيزو كاملة اللي هي القديمة مثله مثل باقي اللاعبين وتم تهدئة والد زيزو ورفضوا تماما فكرة رحيل زيزو بل بالعكس فيه يعني خلينا أقولك أنه فيه إمكانية لتمديد عقده الفترة دي والنادي فيه ميزانية مالية كويسة والد زيزو اقتنع تماما بناء على المستحقات الأديمة اللي كان يعني يمكن زيزو كان أكتر لاعب في الزمالك لمستحقات متأخرة من الموسم الماضي خدها كاملة وده كان شرط والده الوحيد عشان ما يحصلش جدل أو بلبلة قبل عودة الزمالك للمباراة وبالتالي المستحقات الأديمة خدها كاملة وفيه إمكانية دلوقتي لتمديد الطاقة ممتاز جدا طيب